أيها تفضل السلام عليكم عليكم السلام مرحبا يا شيخ خامك هلا، سني أمشيعي صوتي واضح؟ أيها واضح يا واضح إيش؟ أنا جبل، أنا جبل، حسين جبل إذا تذكرني إيش فكرك والله، حسين جبل؟ أي مرة تصلت فيك إن كان علي سبب دخولي من كان إيش؟ أنا مرة آخر اتصال كلمتك، قلت لك آخر شيء إن كان دخولي جهنم علي فهم مرحبون جهنم إذا تذكرنا أعوذ بالله، أسأل الله أن يدخلك الجنة ويهديك يا مصطفى أسأل الله أن يهديك ويدخلك الجنة إن شاء الله، شوف يا مصطفى هذا القول خطأ إسمك كيف؟ جبل، جبل إسمك جبل، مش مهم جبل ولا جدار ولا هضبة ولا البحر الميت، أي حاجة المهم بس يا جبل، أنا بقول لك يا حبيبي ما ينفعش أن أقول إن كان دخول، إن كان حبي فلانا هيدخلني جهنم أدخل جهنم لا دئلة أدب، ما ينفعش يا جبل المفروض تقول اللهم إني أسألك الجنة أنا هعمل لك اختبار الآن يا جبل وأشوفك الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هيقول يوم القيامة الآية رقم 30 أو 31 في سورة الفرقان وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا فأريني بقى أنت من أمة النبي، أنت ممن اتخذ القرآن مهجورة، ولا من الذين تمسكوا بالقرآن، نريد أن أسمع منك كراءة قرآن يا جبل شوني يعني ما فهمت قصدك؟ يعني أريد أن أسمع منك كراءة قرآن يعني أقرأ لك هاي مثلا؟ اه، افتح المصحف معي، عندك مصحف؟ لا والله هاي مو عندي حافظ صورة المزدلفة؟ لا، صراحة مو حافظ مفيش صورة اسمها المزدلفة يا جبل، يا جبل بقى، يا جبل ما يهزك ريح، ايه يا جبل اتهزيت ليش كده، مفيش صورة اسمها المزدلفة، أنت كمان تلعت مش حافظ أسامي صور القرآن يا جبل وبتقول لي إن كان حب علي ابن أبي طالبان يدخلني جهنم فمرحباً بجهنم ده انت تلعت مش حافظ أسامي صور القرآن حشان كده سيدنا علي نحن وأهل السنة والجماعة عندنا علي رضي الله عنه من كتبة الوحي ممن جمع القرآن منه من علي رضي الله عنه وكان حافظاً لكتاب الله تبارك وتعالى طب سواني شوفوا الاختبار دوة يا أهل السنة حافظ صورة التغابن تغابن؟ أول مذكورة والله في سورة اسمات تغابن كمان مش عارف أسامي صور القرآن يا جبل يا جبل هزك الريح ده انت بقيت حصوات خالص يا جبل في سورة اسمات تغابن في القرآن لا أخليك ركز معي كده أنا بس عملت فيك كده عشان أبين لك أصلاً يهديك ويشرح صدرك للحق ما تقولش إن كان حب علي يدخلني جهنم فمرحباً بجهنم ده انت طلعت مش حافظ أسامي صور القرآن كمان يا جبل الله يهديك يا رب الله يهديك يا جبل حساني كافر حساني كافر ليه يا ابني ما تقولش عن نفسك كافر يا ابني احنا عارفين عيب عيب ما تقولش عن نفسك جاء كافر يا جبل ما يهزك ريح أنا بس عشان بعد كده عشان تدخلت أول مرة وحاولت ورده أدبك وعلمك وتاني مرة دخلها وتقول لي إيه يعني إن كان حب علي فمرحباً بجهنم يوقف أرحب بيه أنا نسيتك وتقول لنا اللي قلت لك مرحباً بجهنم وأنتم متخافوش خالص من نار ما متخافوش من هذه النار التي جعلها الله تبارك وتعالى تخويفاً حتى لعباده الصالحين يخشون يخشون هذه النار إِنَّ أَعْتَدِنَا لِلْكَافِرِينَ عُولِهِ ما تخاف ما تخاف ما تخاف ما تخاف هو سيدنا علي مكانش بيه والله دين غير دين الاسلام خالص يا حصوات والله دين غير الاسلام خالص يا توبة الامام علي في بحار الأنوار كان يبكي من النار النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا قاتن في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة واقينا عذاب النار وَمَا أَدْرِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفع ما يدري ما يفعل بي ولا بكم لا أملك نفسي ضرًا ولا نفع وكان بيستغيث من النار حتى اللهم جرنا من النار حتى أننا نستعيذ بالله تبارك وتعالى من أربع بعد كل صلاة في التشاهد بعد التشاهد زين تمام 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 دقيقة شون لعد هو الإمام علي مباشر بالجنة شون يخاف من النار أيوة ما هذه علامة الإمان إن الإنسان وعمر كان مبشر بالجنة ويخاف من النار علامة الإمان إن الإنسان لا يركن إلى عملي لا أركن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه أنا أعد بعلم الناس القرآن وكن خايف خايف لا أركن إلى عملي لا أركن إلى العمل الذي عندي طب إشلون النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ويقول كما جاء في سورة الأحقاف كل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إزاي يقول كده وهو في الجنة تفضل حل هالي شون شون كيف يقول إنه يتعود من الشيط من الجهنم والنار نبي محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال قول آه النبي كان بيستعيذ من النار النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من النار ما هو هذا فعل لازم احنا نتبعه أيوة والإمام علي بقى مش لازم نتبعه ما استعاذ من النار والإمام علي يوم اللي قال هل هو معنات إنه خايف من النار وهو مبشر آه 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 يخاف من النار يخاف من النار الله سبحانه وتعالى قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئة والأمر يوم إذن الله فعلي رضي الله عنه لن يملك لك شيئ هو الإمام علي حيخليك ما تدخلش النار عشان بتحب الإمام علي خمس دقائق خمس دقائق وانا يحدا ما دخلت الموضع خلت الموضع تبا إن شاء الله هتخش في الموضع بس خلنا في النقطة دي تعرفين يا إخوة الشيعة بالزبط زي اليهود في هذه النقطة انتعرف نقطة أيها الأكريم الله سبحانه وتعالى قال وقالوا لن تمسنا النار قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدود أيوان ونخش نار ونطلع منها كل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة واحتضت به خطيئة والآيات كثيرة وإذ قال إبراهيم شوف سيدنا إبراهيم مش مبشر بالجنة وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا واجنوبني وبني أن نعبد الأصنام خايف إبراهيم عليه السلام شفتوا الأنبياء التوحيد يزيد عندك الخوف من الله والخش من الله وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا واجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللنا كثيرا من إلى أن قال إبراهيم إلى أن قال ثم اضطره إلى وإذ قال إبراهيم ربج على هذة بلد أميرون رزق أهلهم من الثمرات من أمنهم بالله واليومنا قال ومن قفر وفوما تعقلين ثم اضطره إلى عذاب النار سمعني؟ أي سامعك أنا كمتظر كامل حتى تدخل الموضوع طيب طبع دقائق وما داخل بالموضوع طيب يعني أنت بتستعيذ بالله من النار ولن تعرف أن الإمام على هينجيك من النار شون شون سؤالك حلو جيد هذا خور سؤال أنت تستعيذ بالله من النار ولا ترى أن الإمام علي سينجيك من النار حسب أفعالي أنت أفعالك تدخلك الجنة ولا النار أفعالي 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 إيه أفعالك يا ابني ده أنا قلت لك أسمي صور القرآن مش حافظها لا حول الله يعني خلص أنا أحفظ القناة أضمن مكاني بالجنة ولا حق تسل ونهب لا 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 تحفظ القرآن وهتتمن مكانك بالجنة ولا تصلي ولا تسم أهم حاجة توالي آل البيت طبعا طبعا شفتم دينهم يا إخوة لا تصلي ولا تحفظ القرآن ولا تسم أهم حاجة توالي آل البيت روح يا حصوات روح يا عم إحنا مش نقصين وجع قلب الله يديك روح يا عم أعوذ بالله ومسمي نفسه جبل وداخل أعوذ بالله شفتم دينهم موسر لحد فين يا إخوة حسبنا الله ونعم الوقيت ومنه من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومنهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وشفتم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا هي من معدو سبحان الله اتصالتهم كلهم أيها الأكرم مثل هؤلاء لذلك أيها الأكرم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ومن للظالمين من أنصى